بعثة الأمم المتحدة لمساعدات العراق يونامي أطلقت بريداً ألكترونياً قالت إنه لاستقبال الحالات الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان في تظاهرات العراق وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاس خارتة أشجع كل من لديه معلومات ذات صلة سواء أكانت شهادات شهود أو ضحايا أو صور أو مقاطع فيديو على أرسالها لنا على هذا الحساب ونحن مستمرون في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الاختطاف والتهديدات والترهيب وتوثيقها في جميع أنحاء البلاد وطرحها على السلطات المعنية